اشتركوا في القناة او فيديو هين حتى ما نتقل عليكم من اول اسبوع نبدأ اذا مع الموضوع الاول او التعريف الاول مباشرة بدون ما نفقد اي وقت التعريف الاول هو تعريف المجموعة اذا التعريف واضح لا يحتاج لشرح اي تجارة من الاشياء ارقام او احرف او اجسام نطلق عليها اسم مجموعة لكن الجزء التاني من التعريف والاهم وهو ان نستخدم الاحرف الكبيرة لتسمية المجموعة يعني مثل مجموعاتنا على الواتس قبل حتى تكون صالحة بالسياق الرياضي بالاحتمالات وغيرها لازم يكون سمينا باحرف كبيرة لا يهم شو فيجوات المجموعة المهم ان اسم المجموعة يكون بالاحرف الكبيرة وما داخل المجموعة اللي هو العناصر متل ما رح نشوف بالتعريف التاني اسم مجموعة لازم يكون بالاحرف الصغير يعني العناصر المكونة لها واسم مجموعة ذاتها لازم يكون حصريا بالاحرف الكبيرة يعني مثال اذا جينا نكتب المجموعة A تساوي الأرقام واحد اتنين اربعة تماني المجموعة B تساوي car boy shoes اي شي بيخترع بالكم بالتركي او بالانجليزي اذا منلاحظ هون اقواس المجموعات منلاحظ انه مداخل المجموعة يكتب بالاحرف الصغيري واسم المجموعة نفسها يكون بالاحرف الكبيرة في حال بدنا نحكي عن عنصر ما وعلاقته بمجموعة شو علاقة العنصر بمجموعة اما ينتمي الى المجموعة او لا ينتمي الى المجموعة فرح يكون عنا الرمز رمز الانتماء مثال هون العنصر واحد ينتمي الى المجموعة ا اذا هذا الرمز معناه ينتمي او is an element of او an elementor بالنسبة لهون العنصر اثنين لا ينتمي الى is not an element of او element deilder هذا هو رمز الانتماء بما يخص العناصر واعلاقتها بالمجموعات في عنا ممكن صيغة اخرى لكتابة المجموعات او تعريف المجموعات ممكن انا اعرف المجموعة c تساوي اكس مربع حيث اكس تساوي اه واحد اثنين ثلاثي طيب انا الهون بقصدوا انه عندي اكس اصلا هي مجموعة الاعداد واحد اثنين ثلاثي لكن مجموعة اعرفتها من جنس هذه المجموعة الواحد اثنين ثلاثي يعني مجموعة c هي نفسها المجموعة واحد اربعة تسعة لكن هاي طريقة اخرى للكتابة بكتب هون التعريف او الصيغة وهون بكتب الشرط اللي منطبق عليه هذه الصيغة ممكن انت بتذكروا اذا اخدين دروس الجبر الخطي تكونوا شايفين شيء مشابه لهدول بالاضافة ل مثلا عننا المجموعات المعروفة مجموعات الاعداد r مجموعة الاعداد الحقيقية او z مجموعة الاعداد العقدية او n مجموعة الاعداد الطبيعية الى اخر هاي كل مجموعات تخضع على نفس القواعد نفس التعريف ونفس الشروط طيب ننتقل اذا الى التعريف الثالث وهو تعريف المجموعة الجزئية a is a subset او alt كمسي او بس alt كمسي اذا كان عنا مجموعة كبيري b تحتوي عناصر ما وكان عنا مجموعة صغيري a كانت العناصر تبعة a هي جزء من المجموعة b يعني المجموعة ا محتوات في المجموعة b نقول انه a محتوات في b رمز الاحتواء هو a محتوات في b ممكن نكتوب هذا الشكل او ممكن بدون الخط اللي تحته a محتوات في b وفي حال نقول العكس نقول انه a ليست محتوات في b محط عليه خط بصير معنا ليست محتوات is not a subset او alt كمسي دي لدر ننتقل الى التعريف الرابع بهذه الصفحة two sets a and b are equal if and only if a is a subset of b and b is a subset of a اشت كمالير ايجر a بين alt كمسي سا في اين زمان با أن alt كمسي او بي اشت اذا نحن بنعرف انه المجموعتين المتساويتين هنه مجموعتين لهم نفس العناصر يعني المجموعة الاولى فيها واحد اين ثلاثة والمجموعة الثانية فيها واحد اين ثلاثة لكن اذا ردنا ان نحول هذا التعريف او هذه الصياغ لها قاعدة الرياضية تعجب جماعة الرياضيات فبنا نقول نستخدم هذا الشرط انه a محتوات في b و b محتوات في a اذا فكرنا فيها الشرط الوحيد او الحالي الوحيد اللي بتحقق في هذه الشرطين مع بعض هي انه يكون a تساوي b ننتقل الى التعريف الخامس واخر تعريف بهذه الصفحة او المجموعة العالمية المجموعة الكبرى هي المجموعة التي تضم كل شيء كل الاجسام ولكن بالسياق معين بالسياق اللي عم تعمل فيه بايدة في نجن every set is the subset or the universal set حسب هذا التعريف hair cume everensile cumenin يعني sanin by alt cumesider بس مثل ما قالت لكم بالسياق اللي عم تعمل فيه مثلا لما مكون عم نحكي عن اعداد مثلا ونقول انه المجموعة a هي مكوناة من الاعداد 1 2 4 8 فشو الفضاء او everensile cume بهذه الحالة ممكن نقول نهي جميع مجموعة الاعداد الطبيعي 1 2 3 4 5 6 7 8 هي كذا زائد لانيهاي او ممكن نقول اعداد الحقيقية R حسب الصياق اللي عم نتعامل فيه طبعا هذا التعريف مهم جدا ليش لانه راح نشوف بعدين بالتعريف القادم بالشرائح القادم انه عنا نحن فضاء العين اللي هو مجموعة نتائج التجربة الاحتمالية هو عبارة عن everensile cume لانه يشمل جميع النتائج التي ممكن تخرج معنا من تجربة ما بالاضافة للقسم الثاني من التعريف انه every set is a subset of the universal set كمان هذا التعريف مهم او هذه الملاحظة لازم ننتبه له انه اي مجموعة نحن من نشكلها بدأ تكون جزء من هذه المجموعة الكلي اللي تشمل كل شيء ننتقل اذا الى الصفحة التالي وعننا التعريف السادس اخر تعريف حاليا او مبدئيا خلنا نقول بش كمة او ممكن صفر كمسي في له اسم لاندرلير ايج ان دا المان او ميان كمدر اذا المجموعة التي لا تحوي اي عناصر المجموعة الفارغة هي المجموعة نل او المجموعة الصفرية يعني منقول انه نل تساوي فاضي بالشكل المشابه حكينا نحن عن اي مجموعة عنها هي عبارة عن من اي مجموعة اي مجموعة نحن شكلناها مكونة من عناصر متل المجموعة التي شكلناها فيها 1 2 4 8 فينا نعتبر نحن أنه هي جزء منها يعني منكتب أنه هي جزء من A تمام لأنه هي مجموعة فارغة فأي يمكن نكون نعتبرها جزء من أي مجموعة بتخطر على بالنا أو أي مجموعة من شكلها سنتقل الآن إلى القسم التالي متعلق بالمجموعات اللي هو العلاقات بين المجموعات وهو صراحة القسم المهم هدول التعريف بس كانوا مشان نخضع على شوية قواعد يعني أما العلاقات هي القسم الأهم والشيء اللي لازم نفهمه لوصف العلاقات أول شيء رح تعرف على شيء اسمه الـ VIN Diagrams على القسم اليمين من الشاشي الـ VIN Diagrams هو ببساطة أي صورة أو أي رسمة نحن بنرسمها لتمثيل المجموعات وبالتالي لتمثيل العلاقات بينها مثل ما رح نشوف هلأ عنا أول علاقة بين المجموعات هي الـ Union أو الاتحاد أو الاجتماع The Union أو بالتركي بيرلشيم of A and B A Union B هيك تنقرأ A Union B أو A بيرلشيم B is the set of all elements in A or in B or in both is the set of all elements in A or B is the set of all elements in A or B is the set of all elements in B جميع العناصر الموجودة في A أو في B أو في اتنيناتهم بشكل طبيعي هي تكون داخل ضمن اجتماع المجموعتين مجموعتين يعني إذا جينا لنرسمها هون عرفنا المجموعة مثلا A هي هون مجموعة ما عنا بداخلها عناصر يعني وعرفنا بالألم الأخضر خليني أاخدها هون المجموعة B طيب كمان هي مجموعة عناصر مجموعة عناصر لاحظوا أنا هون عندي العناصر الموجودة في B وهون كمان هدول العناصر موجودين في B هون عناصر موجودين في A وهون في عناصر موجودين في A ففي عندي عناصر مشتركي لذلك أنا بقول العناصر الموجودة في A أو في B أو في كيلتيهما يعني كل شيء موجود هون هو بالأحمر A اجتماع أو برلشم B إذا رجعنا على الصفحة السابقة كان عنا المجموعة A هي هاي 1-2-4-8 والمجموعة ج هي 1-4-9 مثلا فبهذه الحالي شو رح نقول إذا جننا نكتب العلاقة بيناتهم A اجتماع J أو Union J تساوي المشتركي وغير المشتركي 1-2-4-8-9 طبعا العناصر ما بكرر لأنه عندي العنصر أنا هو شيء واحد مثل ما اتفقنا إذا عم نحكي أجسام ممكن الجسم أنا عده بمجموعتين لكن هو بالنهاي جسم أو عنصر واحد لذلك ما بكرر وما بكتو مرتين هون كتبتهم مرة وحدية يعني ما كررت الواحد والأربعة مثلا فالاجتماع هو جميع العناصر الموجودة في المجموعتين طيب ننتقل إلى العلاقة الثاني وهي دعنا ناخد المحاي The intersection أو بالتركي كسيشم of A and B A intersection B أو A كسيشم B A كسيشم B is the set of all elements in both A and B تمام إذن التقاطع فالتقاطع ساديجي A دعنا وإنه زمان بدي بلنان المجموعتين تمدر كسيشم هو العناصر الموجودة في A وفي B بنفس اللغة يعني العناصر المشتركة خلونا نرسمها هون بنفس الألغة هذا هو A وهي هي B فالتقاطع هو هذا القسم فقط لا غير بالأحمر هذا هو A كسيشم B إذن العناصر المشتركة بين مجموعتين نسميهم تقاطع المجموعتين مثل ما شايفين على الرسمي هي عبارة نرسمهم القسم المتقاطع بين المجموعتين هلأ بدي ادعي أو استرعي استرعي انتباهكم لنقطة هي أنه دائما نخلوها ببالكم بس شفنا كلمة or فلازم مباشرة يخطر على بالنا الاجتماع وبس شفنا كلمة and لازم مباشرة يخطر على بالنا التقاطع في A وفي B معناته موجودة باتنيناتهم فهو تقاطع عنصر مشترك في A أو في B معناته أشمل مجموعة الاتحاد هو الأشمل اليونيون فهي يونيون طيب ننتقل أو خلونا بما ننتقل نرجع على الصفحة اللي قبلة ونرجع على نفس المثال قلنا A اجتماع J هو 1 4 9 إذا ردنا نكتب A تقاطع J فهو عبارة عن 1 وأربعة فقط لا غير طيب خلصنا هدول العلاقتين في عنا لسه علاقتين تانيات بين المجموعات ألا وهما الكومبليمنت أو المتمم تمليان The complement of a set A A complement أو ممكن حتى نشوفها بشكل A فتحة أو A فوآخط Is the set of elements in S that are not in A S إذا تذكره عرفنا هي الفضاء كل شيء يختار على بالنا فالتمليان A دابل الميان أفرانس كم دي بلنان المعنى تمدر إذن جميع العناصر الموجودة خارج A هي متمم A يعني نحن عنا هذا المربع هو S الفضاء إذا حطينا جواته A بيكون عنا كل شيء خارج A كل شيء ليس موجودا في A هو عبارة عن A complement أو A prime أو A تملياني تمام طيب رح سألكم سؤال هلأ إذا قلت لكم تكتبوا لي العلاقة بين عنصر و A أو A متمم يعني بالرموز اللي شفناها بالشريحة الأولى كيف نوصف المتمم وعلاقة العناصر فيه ببساطة إذا كان عنا خلوني نحيي ما ليش إذا كان عنا عنصر ما X ينتمي إلى A فهذا معناه بطبيعة الحال أنه X لا ينتمي إلى A تمليان إذا كان عندي العكس أنه X تنتمي إلى A تمليان وبالتالي X ما بصير تكون داخل A طيب ننتقل إلى التعريف أو العلاقة الرابعة والأخيرة the difference of A and B A فارق B ممكن نشوف بهذا الشكل إذا العناصر الموجودة في A وليست موجودة في B ولذلك ننتبه هنا أنه A لا يساوي B فرق A B فرق A هو العناصر الموجودة في B وليست موجودة في A إذا رجعنا مجددا عفوا خلونا ننتقل هيك لنرسم الرسم هون عندنا A وبالأخضر عندي B ف A فرق B هو العناصر هون كل شيء موجود في A وليس مشتركا أو ليس موجودا في B هذا هو A فرق B وبشكل مشابه إذا علمنا هاي المنطقة فهي عبارة عن B فرق A أو بين هاي الصلاة طيب هلأ إذا رح رد أطلب منكم ما تكتبوا ليهم باستخدام رمز الانتماء وما الانتماء بدي تكتبوا لي العلاقة بين التقاطع والاجتماع وال difference يعني تكتبوا لي الفرق من جنس التقاطع أو الاجتماع كيف رح نكتبها ببساطة هي عبارة عن A تقاطع B compliment أو بيتم ليني هاي A فرق B طيب كيف جبناها خلونا نطلع على الرسم هون لاحظوا أنه متمم B إذا جيت لحدد متمم B فهو كل شيء خارج B يشمل هون 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 من ضمن هذا القسم من A وهون هون 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 أنا قلت تقاطع A مع متمم B يعني الشيء المشترك بين A و متمم B فشو هو وبساطة هاي المنطقة هاي المنطقة هي تقاطع A مع متمم B وبالتالي هي A فرق B إذن عنا صيغة أخرى لا A فرق B ألا وهي أنه عبارة عن تقاطع A مع B متمم وبشكل مشابه إذا ردنا نكتب B فرق A فهي عبارة عن B تقاطع A تم طيب خلصنا الأربع علاقات الأساسية بين المجموعات رح ننتقل لآخر تعريفين يتعلق بالمجموعات التعريف الأول أو التعريف السابع بإذن فهي تفاي فور أني I is not equal to J التعريف هو تعريف mutually exclusive وبالتركي منقول عن آيرشك أو كار شلك لآيرك شلك لآيرك طيب بير كماليرين كولكسيونو أ1 A2 A1 أين أجر A1 كسيشم AJ 0 اشت هرهنجي بير I J اشت olmayان اشت أو زمان بلارة بكولكسيونو آيرشك ويا كارشلق آيرشك ديوروز إذن مجموعة مجموعات لنهي يكون عنا كولكشن مجموعات تجموعة مجموعات وما في بيناتهم أي تقاطع يعني إذا جدنا ردنا هاي المجموعة A1 مثلا وهي المجموعة A2 وهي المجموعة A3 وهي المجموعة A4 تمام لاحظوا هذول الأربع مجموعات ما في بيناتهم أي تقاطع فمنون عنهم أنهم mutually exclusive أو آيرك يعني منفصلين مستقلين ما في بيناتهم أي تقاطع في عنا بس حالي خاصة في حال كانوا فقط مجموعتين A1 و A2 يعني إذا كان عنا بس مجموعتين منفصلات عم بعضهم بنقول عنهم disjoint هاي بالإنجليز بالتركي كما رح نقول عنهم آيرك طيب التعريف الثامن والأخير آخر تعريف بالمجموعات إذا كانوا إذا كانوا المجموعات إذا كانوا بشكله عندي الفضاء فهني هدول مجموعات نقول عنهم انهم شاملات او او ممكن هلأ مباشرة الصورة اللي تتشكل في بالكم هي هيك A1 A2 A3 A4 صحيحة هاي الصورة مضبوط هدولة بس هاي حالة خاصة انه هدولة بنفس الوقت او ميوتل اكسكلوسيف انما الكلكتف اللي اكساستف لوحدها هي حالة اشمل من هيك الكلكتف اللي اكساستف اذا جينا لنعبر عنها بالشكل العام فممكن انا اقول انه هاي هي A1 طيب و A2 هي هاي و A3 هي هاي و A4 ممكن هاي يعني لحتى يكونوا الكولكتف الاكساستف المهم انه يشكلهم الفضاء مان يتركوا عندي فراغ يعني ما يكون عندي متل هاي الحالة حالة الاولة هدول مان الكولكتف الاكساستف بهاي الحالي هني في بيناتهم تقاطع ما مشكلة في عناصر مشتركي لكن المهم انهم شكلوا الفضاء فهدول تبلوكب سامل او كوليكتف ليكزاستيف وكمان حتى لو ما كان في بيناتهم تقاطع يعني بحققوا شرط انهم ميوتشل اكسكلوسيف بس المهم انهم بشكلوا الفضاء اس فهني كوليكتف ليكزاستيف تمام ننتقل الى اخر اه قسم او اخر موضوع يتعلق بي المجموعات وهو قانون ديمورغان قانون ديمورغان لربما اسمعت عنه في دروس مثل الدارات المنطقية مثلا لو ااخدينها او جبربول بساطة قانون ديمورغان بيقولنا انه متمم اجتماع مجموعتين هو تقاطع المتممات تمام وفي عنا حتى فينا نكتبه بشكل معاكس نقول انه متمم التقاطع او بي تقاطع جملة يعني يساوي اجتماع المتممات تمام القانون نابع من المنطق بشكل تام يعني متل ما اعطيتكم لو ااخدين درس المنطق كنتوا راح تشوفو فخلونا نتبته فينا نتبته من اليمين لليسار او من اليسار لليمين انا حسبته مثلا هلأ من اليسار لليمين اذا عندي انا عمقول انه ا اجتماع ب تمليان تمام فهذا يعني خلوني حط هنا اذا كان عندي عنصر اكس ينتمي لا ا اجتماع ب تمليان فهذا معناه لاحظه انه ليس موجودا في اجتماع او بي اذا هو موجود في متمم او بي معناته ليس موجودا في نفسهم الاجتماع تبعهم طيب كونه ليس موجودا في اجتماع او بي احنا شرفنا الاجتماع و جميع العناصر موجود في ا او في بي ليس موجودا بالاجتماع معناته ما نموجود لا في ا ولا في بي يعني X لا تنتمي إلى A AND X لا تنتمي إلى B طيب تركز مرة تانية إذا كان X موجود في متمم اجتماع AB معناته ليس موجودا في اجتماع AB بناء عليه ليس موجودا لا في A ولا في B مثل ما حكينا لما بيكون عنا AND بيكون عنا تقاطع يعني إذا جينا نقلب هدول من عدم الانتماء للمتمم يعني هاي عبارة عن X تنتمي ل A متمم وهاي X تنتمي ل B متمم وعننا بينات UN AND فهي عبارة عن تقاطع A متمم مع B متمم إذن X تنتمي إلى A متمم تقاطع B متمم إذا كان تنتمي لمتمم A وبنفس الوقت تنتمي لمتمم B معناته هي مشتركة بيناتهم فهي تنتمي للتقاطع طيب خلونا نفت بالعكس من اليمين لليسار إذا كان X ينتمي إلى A متمم تقاطع B متمم طيب شو معناه هاد الحكي معناته ينتمي بدنا نطلع من تحت لفو معناته X تنتمي إلى B متمم teme الحكي معناه A متمم تقاطع hoop إذا في نقلق التقاطع بالكمكمكمكمكمكمكمكمكم aquí ثاني ونفتوضع المتمم لمتمم تقاطع اكس لا تنتمي إلى A and x لا تنتمي إلى b طيب إذا كانت x لا تنتمي إلى a ولا تنتمي إلى b معناته حتى لو أخذت أنا اجتماعهم فهي لا تنتمي لهذا الاجتماع لأنه الاجتماع جميعنا عناصر موجود في a وفي b وعننا x ما أنا موجود لا في a ولا في b معناته x لا تنتمي إلى a اجتماع b طالما لا تنتمي إلى هذا الاجتماع فهي تنتمي إلى المتمم تبعوا يعني x تنتمي إلى a اجتماع b تمليان أو كومليمنت طيب لحتى هذه النقطة منكون خلصنا المواضيع متعلقة بالمجموعات أو اللي لقنات تعريف للقواعد الأساسي البسيطة متعلقة به المجموعات رح ننتقل الآن إلى علاقة نظرية المجموعات بالاحتمالات ليش حبينا نتعلم المجموعات إذا بتذكروا بالفيديو التعريفة بتلكم أنه نحن في عنا تجربة احتمالية إلها مجموعة نتائج لذلك حبينا أنه نتعلم المجموعات هون رح نناقش هذا الموضوع عنا بأي تجربة احتمالية في نتيجة أو outcome أو بالتركة طيب يعني مثال تجربة رمين نرد حطينا دعالتين تجربة رمين نرد شو هو outcome أو تبعوت هذه التجربة عنا واحد يعني عدد النقاط اللي على الوجه الظاهر الأعلى إذا عرفنا التجربة بشكل واضح قلنا أنه عم نرد ونتطلع شو عدد النقاط تظاهر على الوجه العلوي واحد واثنين وثلاث واربعة وخمس وستة فكل وحدة منها دول هي عبارة عن outcome أو خرج للتجربة فهن بيشكلوا عنا عناصر لمجموعة نتائج مجموعة النتائج اللي هي تشمل جميع النتائج الممكنين لأن واحدين ثلاثة أربعة خمس ستي هي sample space فضاء العيني أو earnic وزير طيب إذن لقد عم 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 أشمل كل شيء كل النتائج ممكنة وبالتالي sample space هو ببساطة الـ يعني s تساوي حالة رمي النرد واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستي طيب طيب هلأ نحن عنا بيكون event event هو شيء نحن مهتمين فيه نحن بنفرضه بالتركي اولاي أو حدث بالعربية يعني مثلا أنا فيني عرف event a على أنه حدث ظهور عدد زوجة شفت صيد event number فبهذه الحالة event او اولاي عنده عبارة عن مجموعة مكونة من النتائج اللي بتحقق لهذا event أو هذا الحدث يعني a تساوي اثنين اربعة ستة بساطة في حال في حال عرفت أنا ب حدث ظهور عدد فردة فبيكون عندي الحدث ب او المجموعة ب هي المجموعة المكونة من العناصر اللي بتحقق لهذا الحدث اللي هي واحد وثلاث وخمسة طيب طيب بتم عنا هو ببساطة نفس السامبل سبيس يعني على نفس العناصر مبني على نفس العناصر لكن نحن بنعرفه بحيتي يكون مكوّم مجموعات من احداث طيب فبناء علي انا فينا شكل اكتر من يعني انا ممكن اخذ النتيجتين واحد اتنين اطلق عليهم هدول الحدث ا وثلاثة واربعة هدول الحدث ب وخمسة وستة هدول الحدث سي او ج بهذه الحالة بيكون عندي الـ event space وعبارة عن S تساوي او ب ج المهم بالـ event space انه كيف ما بنا نشكله نشكله المهم انه يكون يعني مستقل وشامل بدي يشكل عندي الفضاء وبدو يكون تكون الاحداث مستقلة عن بعضها يعني بهذا المثال انا عرفت A و B انهم حدث دور عادة زوجة او فردة هدول الحدثين لاحظوا انهم مستقلين عن بعضهم وشاملين بشكله عندي بيعطوني كل النتائج ففينا انا اقول انه الـ event space بهذه الحالة هو A و B طيب اما في حال انا مثلا عرفت خليني اقول J هو بس العداد واحد اتنين يعني الاعداد الاصغر من ثلاثة وعرفت D انه الاعداد الاكبر من ثلاثة يعني اربعة وخمسة وستة فانا بهذه الحالة ما فينا يقول S لا تساوي J D ليش لانهم ما نونشاملين في الرقم الثلاثة ما عطوني ما بحسن اولى ولا فينا يقول انه S تساوي A و B و J لانه ما نونمستقلين عن بعضهم فيه تقاطع بين A A و J وبين B و J تمام ف لازم نخليها بالنا دائما انه لازم يكون راح كتبها بالاحمر شامل ومستقل او متقطع او منفصل او منفصل او منفصل ومستقل او منفصل او منفصل تمام بس انا شكلت مجموعة احداث يعني شكلت مجموعات من العناصر من الـ تابعوتي اللي بشكله Sample Space بحققوا هدول الشرطين فين يقول عنهم انهم Event Space تمام يعني يكون قسمت الـ Event لمجموعة من الاحداث طيب هلأ في عنا نظرية تتعلق بالاحتمالات وبالمجموعات بهذا الحكل اللي شفنا الـ Event Space خلونا مبلش فيها مباشرة For an Event Space B تساوي B1 B2 and any event A in the Sample Space let CI is equal to A intersection BI for I is not equal equal to J and CI and CJ are mutually exclusive and A is equal to C C1 union C2 union الى اخره يعني bir olay uzayı için B eşittir B1 B2 ve örnek uzayında olan A olayı için J I eşittir A kesişim BI herhangi bir I J eşit değil için J eşit olmayan için J I ve J J olayları ayrışık au karşik ayrışık ve A B1 A B1 B2 بي ثلاثي بي أربعة فصار عنا event space S تساوي بي واحد بي ثلاثي بي أربعة تمام هدول مجموعة أحداث بيشكلوا لفضاء العيني أو فضاء الحدث بهذه الحالي طيب وعم يقول أنه أنا بعدين شكلت أي حدث خطر على بالي هو A تمام هلأ لاحظة أنا عندي S هذا هو المربع الكبير فأي حدث أنا بدي شكله A أو J أو أي حدث طرع ما بدي يكون جواته تمام فأنا فين أرسم مثلا الحدث A هو هيك خلوني عفوا أرسمها بالأحمر هذا هو الحدث A لاحظوا أن أولا الحدث A محتوى في الفضاء S جباري بدي يكون ثانيا بدي يكون متقاطع يا مع كلهم يا على الأقل مع واحد منهم لبي واحد بي ثلاثي بي أربعة ليش لأنهم هن شاملين بيشكلوا للفضاء حسب آخر تعريف شفناها من شوي أو آخر رنقط شفناها بالشريحة السابقة قلنا أنه الـ event space بدو يكون مكون من eventات أو أحداث شاملين ومستقلين فلذلك طالما هن شاملين بيغطوا عندي الفضاء كله فأنا أي حدث بدي شكله أي حدث بيخطر على بالي من غيرهم لهدول البي واحد بي اتنين بي ثلاثي بي أربعة لازم يكون متقاطع مع على الأقل وحدي منهم أو مع كلهم مثل هاي الحال اللي أنا رسمت أنا كان فيني أخذ مثلا آه هيك أو أخذ بس هيك تمام فبناء عليه لاحظوا أنه أنا صار فيني أكتب المجموعة آ على شكل اجتماع تقاطعاتها مع الإفنتات بي واحد بي ثلاثي بي أربعة يعني آ تقاطع بي واحد لاحظوا هون آ تقاطع بي آي آ تقاطع بي واحد هذا هو يسميناه سي واحد سي واحد وهون سميته سي تنين وهون سميته سي تلاتي وهون سميته سي أربعة بناءنا ليه أنا إذا أخذت سي واحد سي تنين سي تلاتي سي أربعة أخذت الاجتماع تبعهم يعني جمعتهم كلهم مع بعضهم فبيطلع معي آ تساوي اجتماع سي واحد سي تنين سي تلاتي سي أربعة طيب فبساطة هذا أثبات نظريهي ما أنا محتاجي لأثبات لأنها نظرية منطقية وهذا الشيء اللي حكيته بالبداية أنه كل شيء نحن عنا مبني على المنطق الاحتمالات دائما مبنية على المنطق شو فائدة هذا الحكي خلونا نعطي مثال طيب لنفرض مثلا من وحي من وحي الأحداث الحالية أنه عملنا دراسة عن كورونا تمام؟ عن مرضى الكورونا بعدين أخذنا هاي هي مجموعة المرضى تمام؟ أخذناها اسمناها لمجموعات حسب فئاتهم العمرية هاي المجموعة مثلا من الصفر للخمسطاش هاي المجموعة من الستاش للتلاتين هاي من التلاتين للستين هاي زائد ستين طيب هون عندنا يعني المرضى أسماءهم أو معلوماتهم طيب بعدين أنا درست الوفيات تمام؟ فأنا مجموعة الوفيات عندي ممكن تكون مثلا بس بهاي الفئة من التلاتين للستين طيب طيب لاحظوا إنما أنا يعني متوزعة بشكل عشوائي هون هذا القسم أكبر من هذا القسم اليسار أكبر من اليمين طيب فلاحظوا إنه أول شيء إنه هدول المجموعات هني بشكله عندي الـ event space غطوا لكل الفضاء مستقلين عن بعضهم طيب بين ثلاثين والستين قسم من الوفيات عمرهم فوق الستين طيب هلأ في حال بالمستقبل وقت بدنا نحسب الاحتمالات لنفرض إنه ها هي نتيجة دراسة ما أنا نطلب مني إنه أحسب نسبة الوفيات أو احتمال الوفيات بشكل عام يعني لكل الشرائح العمري لكن بناءا على شو بناءا على هاي النسبة إنه هني عاطيني مثلا نسبة الوفيات بين عمر الثلاثين والستين اكس واحد ونسبة أو احتمال الوفيات بعمر الزائد ستين اكس اتنين فأنا كيف بدي أحسب نسبة الوفيات الإجمالية بالنسبة لكل الفئات العمري يعني أعطي النسبة عامية من الصفر لزائد الستين ساعتة رح طبق هاي النظرية بس ما بها البساطة يعني ما رح أاخدونه إجمعون رح نطبق أول شيء يعني نطبقه بشكل مجموعات بعدين نطبق قواعد الاحتمالات وتعريف يلي رح منشوفه به الدرس القادم أو بالجزء القادم والدرس البعده صحيح رح واقف هون حاليا عند نص هذا الدرس نلتقي في النص الثاني وليس الدرس القادم يعني بهذا الأسبوع وحتى اللقاء القادم بأمان الله اشتركوا في القناة